عندما نتحدث بهذا المنطق أنه والله هناك استجابة لمطالب تركيا حدثني عن تركيا الجديدة من هذا الباب إذن يعني تركيا الجديدة إذا أردنا يعني اليوم خلال هذين اليومين شاركت بالعديد من اللقاءات الإعلامية واضح أن هناك مرض عند البعض اسمه أردغان ومرض اسمه تركيا لا يريدون أن يستيقظوا على الواقع الجديد اليوم الذي وصلت إليه تركيا نحن لا نتحدث عن تركيا لأننا تركيا ولأننا من تركيا ولأننا ندعم تركيا ولأننا مع الرئيس أردغان ليس هذا الأمر نحن نتحدث كلام واقعي وليس كلام عاطفي اليوم على الجميع أن يستيقظ وأن يفتح أعينه بشكل واضح ما قامت به تركيا اليوم مع فنلندا والسويد هذا أمر استراتيجي سيكون له تبعات إيجابية على تركيا لسنين طويلة وليس لأيام فقط اليوم تركيا بعد أن كان الجميع يفرض عليها قبل عشرين سنة عقوبات ويضع عليها فيتو هنا وهناك ويرفض دخولها في هذا المحفل الدولي أو ذاك المحفل الدولي اليوم تركيا تقف لأشهر ولأسبيع وتقول لفنلندا والسويد ومن خلفهما من دول قوية تقول لهما كلا لن أسمح بدخولكما إلا إذا حققتما مطالبي وهذا ما حصل هذه القوة اليوم التي وصلت إليها تركيا السياسية والدبلوماسية ما كانت لتتحقق لو لأننا نحن اليوم ما كنا أمام تركيا جديدة على الجميع أن يستيقظ ويرى أن اليوم تركيا أصبحت دولة تقول للعالم كلا تقول للعالم الذي يخالف المصالح التركية لن أسمح لك بالإكباء بهذا المشروع أو ذاك المشروع وهذه قمة الوطنية اليوم اليوم البعض يعيب على تركيا أنها تعمل لأجل مصالحها إذا كانت تركيا تعمل لأجل مصالحها فأعملوا أنتم لأجل مصالحكم وبالتالي يكون الجميع بخير اليوم تركيا قالت كلا للعالم ورأينا قبل قليل اللقاء بين أردوغان وبيدن هذا اللقاء إذا شخصه البعض فقط بالصورة يرى الندية التي تعامل بها أردوغان مع بايدن خلال الاجتماع فقط بالصورة وبالمشاهد فما بالك بمضمون اللقاء نحن أمام تركيا جديدة الآن مصالح حمزة